طبعاً، احنا في المرحلة الأولى من نموذج الاستجابة للتدخل وهو عبارة عن ثلاث مراحل يمكنه في واحدة من اللي موجودين هنا من المعلمات أو المعلمين يستساءل شو نموذج استجابة التدخل واحد، الفكرة الأولى أو المرحلة الأولى من نموذج استجابة للتدخل نعطيه تدخل أو تدريس في الفصل لخصائي، اللي هو المهتم في صعبات التعلم أو الدارس في صعبات التعلم يكون مشرف على هذه العملية في يعطي استراتيجات تعليمية في الفصل بين زملائها طبعاً مع التعزيز لأن هناك بعض الطلاب مثلاً أنا يقول حقاً أحط طلاب عشر طلاب جداني في منهم صعوبات ومنهم لا عيارة شوية فش نسوي معاه أي يقول لهم يا جماعة مثلاً اللي جاوب على هذا السؤال أو اللي يدرس خلال يوم أو يومين ويبع له معالية أعطي خمسمية دينام قالوا شي مبالغ فيه ولكن قاعد أذكره كمثال بعد يومين يطلعوا لي من العشرة هذي لخمسة منهم واهمين الدرس وحلونا بشكل مطبئي بشكل سهل شنو معناته؟ معناته أن هذا الطالب تفريد تحصيل معناته هذا الطالب ما كان يدرس معناته هذا الطالب ما كان حاب المعلم لأن استوعب خلال يومين فقط قفز قفزة كاملة أكاديمية أما الطلاب الثانيين معنا فيه كان مكافأة كبيرة جداً بس ما قدروا أن يوصلون للمرحلة لأن أحد أتوقع الطلاب الصغار وتقولون له المبلغ الكلب يجتهد الكلب يجتهد تجد أن هناك صعبات تعلم درس أكثر من العادة ولكن لا يمكن أن يحقق شيء في المرحلة الأولى فنعطي المرحلة الأولى تعزيز ونرى كيف يمكن أن يوصل للمستوى المطلوب وإذا وصلوا في المرحلة الأولى مع التعزيز معناته مصعبة تعلم معناته هذا تفريد تحصيلي واستجاب من أول مرحلة دراسية هذا طبعاً يطبق في أمريكا أساسي يعرفون منه اللي مطنش أو عنده مشاكل مع المعلم أو مع طريقة التعليم أو منه العادة